تتنافس في هذا الشوط بعد استبعاد نديد لعدم تمكن دخول الجهاز الانطلاق فتحات البوابات على بركة الله لتنافس يجمع جياد الأربع سنوات فاكتر المتنافسة في الشوط التاسع على الهدية الرابعة من هدايا صاحب السمو الملك الأميل وليد بن طلال بن عبد العزيز مسافة الـ 2000 متر تجمع 11 رأس الانطلاق مع طاشكند وأيضا برق المزن يبدأ التقدم من الداخل في هذه اللحظات مع طاشكند وأيضا باذخ وكذلك دابان في المركز الرابع فيما باذخ المركز الثالث طاشكند المركز الثاني فيما الصدارة لبرق المزن يبدأ الانطلاق السريع في مواجهة جياد الأربع سنوات فاكتر والبحث عن الهدية الرابعة من هدايا سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز لسباقات الفروسية السعودية مسافة الـ 2000 متر الصدارة البرق المزن من الداخل ومن الخارج طاشكند وباذخ ومحاولات البقية لتحسين موقع مخباط يبدأ الان التقدم والبحث عن مركز متقدم في ملجازم الذي حظي بترشيح ايضا في هذه المواجهة يحاول تحسين موقع في هذه الأثناء فيما برق المزن وطاشكند يتحاذيان في صدارة هذا الشوط مشاهدين متابعين الكرام يبدأ طاشكند الان التقدم الان للصدارة والمركز الأول لطاشكند باذخ مع لورنسو ريس يبدأ من الخارج في هذه اللحظات فيما الصدارة لطاشكند الان يبدأ باذخ مع الاقتراب من المنعطف الأخير رأي هناك دابان الذي ربما يكون دابان يبدأ مع باذخ الذي يتقدم الان وكذلك الجازم الـ 400 متر الجازمة والحاسمة باذخ للصدارة دابان يبدأ مع لكليكسيس مورينو فيما لوريس ريس في الصدارة مع باذخ في المركز الأول يبتعد بالصدارة الجازم يستحث الخيال مهدي الحبيل فيما الصدارة مشاهدين الكرام واضحة وضوح الشمس لباذخ إلى خط النهاية ألف ألف مبروك لاستبل عاديات الحجاز إذن استبل عاديات الحجاز يحقق